أين المخفيون قسرا؟ سؤال لطالما وجهه أهالي المعتقلين والمخفيين إلى الأطراف المعنية في العاصمة المؤقتة عدم أما الجواب فهو الصمت وبعض الأحيان يصل للاعتداء على السائلين فعلى الرغم من الوقفات العديدة التي نظمتها رابطة أمهات المختطفين للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المعتقلين في سجن بير أحمد الخاضع لسيطرة القوات الموالية للإمارات إلا أن دعواتهن لم تلقى استجابة كان التقدم الأبرز هو ما جرى خلال الأسابيع الماضية حين استقبل قائد القوات السعودية في عدن العميد مجاهد العتيبي وفدا من الرابطة واعدا بإلاء قضية ذويهن مزيدا من الاهتمام لكن تلك الخطوة لم تترجم على أرض الواقع شأنها شأن الوعود التي تلقتها الرابطة منذ بدء نظالها في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين منتصف العام 2016 هذه المرة هدعت الرابطة الأهلية الحكومة والتحالف للضغط على القضاء والنيابة للنظر في قضية المعتقلين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ الخميس الماضي وأيضا للضغط على سلطات السجن للإفراج عن ذويهن أو تقديمهم للمحاكمة الرابطة تتهم سلطات السجن بإخفاء مخفيين قسرا واعتقال آخرين ضاربة عرض الحائط بتوجيهات النيابة العامة الصادرة في مارس من العام الماضي والقاضية بتقديم بعض المعتقلين إلى القضاء وحسب منظمات دولية حقوقية منها Human Rights Watch فإن العديد من مرافق الاحتياز غير رسمية وسجون سرية لا تزال تمنع أهالي المعتقلين من زيارة أبنائهم وهو الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة حول ظروف اعتقالهم ومصيرهم